اشتركوا في القناة 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 لما تحرق الطابق التالي بالفندوم كان فيه سيارة مطفاق عم بتجيب ضيف السيدة بيها وكل الأوراق اللي معه ولا أني المضي أفتح كنت متأكد أنه عائلة مثل هذا ما بيعرف إلا بالنار السيدي ما بتخيل اللي عم يسيطان والملائكة عم تساعدنا ما في شيء من حول مفكر فيه إلا من اللي محلوم ومن الأيام إلا يا وابعت لي أمنك لحتى نحل المضوطة بقى سيدي يلا عالبايكي تابعكم يلا حاضر بس بدي أسألك إلا يا عم ماشي يا صلاح الكلب سمحتك بالخياني الأولى بس المرة إذا توفقت ونفدت القصة على خير رح خلي شهاداتك كلها ماركت بوية جديدة ماشي ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 شو متى ضلويف كثيرة؟ موسيقى موسيقى لقد انتهت فايز؟ انت قيل لازم تسمع وقلتلك الهوبرة اللي كنت عايش فيها بدك تبطلها لانه مرضك صار بده علاج مو مشانك لا بالله ده بتعنيلي وده بإشرة بصلي الصار لازم تتعالج لحتى نعيش شوي بجو مضيف فايز ممكن ما تتجاوز حدودك ليش انت بيقى عندك حدود لحتى تجاوزها اه على فكرة صار لازم تلاقي لحالك حدود لحتى تحمي حالك من النار اللي جاي طيب فاهمني شو بدك مالله ما بعرف السيادتك اللي جاي على مكتبي يعني انت لازم تقلي شو اللي بدك ياه من زمانه انا بسأل حالي شو المشكلة اللي بينك وبين المقدم فايز الحقيقة ما تسكرت انه في شي صار بيناتنا ما بيستاهل كل هالعدوية بالاخر نحنا موعدة هلا ما بنستظرف بعض ايمكن اسمح له ينصير علكة بيتم اللي بيسوى واللي ما بيسوى لايك جيت لعندك انا يا فايز جيت لعندك لانه ما بصير نضلع منتصارع على شي ما بيستاهل معك ما في شي بيستاهل كرامات الناس ارزاقه والبلد واللي عم بصير فيه بنظرك ما في شي بيستاهل فايز انا نجعل عندك انت ما فيك الا تجي يا سياد المقدم ولا التوضيح انا ما في خلاف شخصي بيني وبينك انا ما في خلاف شخصي بيني وبينك انا ما انا مقتل فيه لا على ارض ولا على بيت خلافي معك طبيعي بشبه اي خلاف بني ادم طبيعي مع الشيطان الشيطان ايه الشيطان وانا اخترت هالمفردة البسيطة لحتى اعبرلك عن احساس اتجاهك واتجاه امسالك طيب انت شو بدك فهمني بدي البلد تنظف وانت اللي بدك تنظفها ومن مين يا من ايه ما عاد تحكي متل اول انا ما عاد فيني يتحمل طريقة كلامك وانا شخصيا ماني حالي بقول لك انه انا مجهول وماني فاضي متل ما قلتلي واجيتل عندك على المكتب الاب عزام لك شو يعني شو يعني شو بدك تنتقل مني بدك تهيني بدك يعني اترجاك حبل ما ترفع صوتك مرة تانية حب ذكرك انك مكتبي فايزا عيب عليك اللي عم تصابي عيب علي انا ايه امر غريب يا سيادة المقدم هذا المسخي اللي عم يحميك صارت رأبته بيدي فايزا انت عم تحكي عن سيدة سيدك لوحدك انا ما ببلك مسيد على حدا حتى لو كان بمنصب كبير الشي الوحيد اللي بيانيني هو ضميري وانا ضميري ما رح يرتاه حتى افضح كل شي انا ما بارف ليش عم تحكي عنه بهالحدة اي لا بتعرف لو ما كنت بتعرف ما كنت حرقت الفندق مباريح انا ما حرقتش وبدك تلعب معي كمان فايز اسمعني منيح اذا هذا الموضوع تبع العسكري بيهمك اللي اسمه عزان انا مستعد سامحه نهائيا وقطوي الموضوع ولا كأنه في شي بالاخير في كرامات بيناتنا العسكري؟ يعني كل شي قلته ما سمعت منه ولا حرف؟ لك يا اخي سمعت سمعت انا جاي لحتى اعامل اللي بدك يا ميح ايك؟ اي لا ممنح وموضوع العسكري بده ينحل اليوم قبل بكرة رغم اللي بعرف حجم غلطه لا اصعب عندي سيدك ابو اياده وامثاله المسخين فايز قصر من بالله ما بعرجو عامل ابو اياد دك ليش حرقت الفندق؟ وكيف مدك تحلو الملفات تبع سوايب؟ مين سوايب؟ مجيعي راويخ؟ والله العظيم عام الله قصموا بالله ما بعرف لا صوهيه ولا غيره اللي صار معي مبارح ما بحال الا بها الطريقة بدك احكيه لك وانت قرر